بعد استئناف العمل في تأهيل جسر البعث الذي يربط الأحياء الشمالية في مراكز مدينة دير الزور وهو أول جسر على نهر الفورات يتم العمل حاليا على تأهيله وإعادة تفعيله بعد أن دمرته طائرات الاحتلال الأمريكي طول الجسر هو بحدود 60 متر هي فتحة الجسر بإضافة إلى فتحة المداخل حاليا تم وضع الجسور للجوان الأول وحاليا كمان عم شوفوا وضع البلاطات السمنتية وإن شاء الله خلال فترة قريبة ينتهي القلب بحدود الشهر زمان شهر وشهر ونصف يكون الجسر بالخدمة مشروع حيوي تم تأهيله من قبل منظمة ليون هبيتت وحاليا العمل جاري طبعا حاليا إحنا قام نقوم بإعادة تركيب الجسور مسبقة الصب والبلاطات وإن شاء الله خلال مدة قصيرة إن شاء الله يكون المشروع قيد الاستثمار هذا المشروع طبعا يعتبر من المشاريع الحوية الهامة في مدينة ديرزور إذ يربط مدينة ديرزور من طرفي النهر على الفرع الصغير طبعا هذا المشروع العمل فيه منذ حوالي 7 أو 8 شهور بدأ العمل فيه البداية كانت تنفيذ الركائز المهدمة القديمة والآن احنا في مرحلة تركيب الجسور الجسر مثل ما نعرف هو أقدم جسر في مدينة ديرزور هو غالي على الأهالي ديرزور ومن حسن التوفيق أنه الورشاتنا اشتغلت كلها من أبناء المدينة أعمال الصيانة وتأهيل الجسر شملت نزع أعمدة الجسور مسبقة الصنع لفرز الأجزاء الصالحة إنشائيا واليوم تم إعادتها من جديد ومن ثم ستبدأ الورشات بمد القميص الإسفلتي والإنارة حيث يبلغ طول الجسر ما يقارب الستين مترا إعادة تأهيل جسر البعث تمهد لإعادة النشاط الحيوي للمنطقة وربط أحياء المدينة مع بعضها وتمكين عودة الأهالي إلى منازلهم وتسهيل عمل ورشات إعادة الإعمار لمتابعة عمليات التأهيل والصيانة للأحياء الواقعة في الجزء الشمالي من المدينة